بمناسبة المفاتيح وبمناسبة ولادنا اختبارات الاهل في الشرقية بتتواصل بنجاح كبير مبدئيا قبل ما نتكلم على تفاصيلها عايزين نقول لك كابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين ألف ألف سلام عليك يمكن ظروف صحية طريقة ألمة بالكابتن بدر رجب ودخل المستشفى بيعالج إن شاء الله تعالى أزمة بسيطة وتزول ويرجع يمكن بكرة أو بعد يخرج من المستشفى إن شاء الله بعد بعض التزبطات الطبية لكن ده جانب من اختبارات الناشئين في الشرقية وده بداية خروج الاختبارات السنة دي برى القاهرة ممكن شوفنا الاختبارات في أهل مدينة نصر في أسبوع واحد حضرها أكتر من 15 ألف ناشئ تم انتقاء عدد من الولاد الحقيقة الكابتن خالد بيبو مدير القطاع وكابتن وليد سليمان مساعد مدير القطاع عاملين تنظيم إداري كبير وكابتن بدر رجب كان مدير فني مع الكتيبة الفنية بتاعته ربنا تدي له الصحة بقى بزله مجهود كبير في استقبال الولاد والحقيقة لأول مرة الأهلي نزل بأعمار البراعم شوية لغاية 2018 يعني بنتكلم فيه هو أنا أنا شوف أكلمك بأمانة جديدة علي عايزة استوعبها بس ونشوف نتيجتها فبعد اختبارات القاهرة انتقلت لي الشرقية ابتداء من يوم الثلاث في مقر أكاديمية الأهلي في مركز شباب أبو كبير وحتستمر عمليات الاختبار يمكن كان المفروض تنتهي النهاردة مدوها يوم إضافي للجمعة وبتبدأ من الساعة 7 صباحا في مقر الأكاديمية الأهلي في نادي النصر للبترول دي اللي هتكون إن شاء الله في السويس يمكن بعد الشرقية هيروح السويس هتكون في مقر أكاديمية الأهلي في نادي النصر للبترول نتمنى التوفيق خطوات مهمة ودخلي بالك الانتقال خارج القاهرة بيلبي احتياج جماهيري الناس نفسها تشوف الأهلي في أي مكان وانت لامس هذا الأمر عندك في الصعيد وطبعا برضو جماهيرنا تحتاج مننا مجهود زيادة برضو ده بالتأكيد